سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم النهاردة بقدم لكم حلقة جديدة لكنها الجزء الثاني لموضوع الانتحار واليأس وده عنوان الحلقة الانتحار واليأس الجزء الثاني اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن إحصائيات عن الانتحار وأسباب الانتحار قلنا إنه المفاجأة إنه أكبر عدد من المنتحرين بيكونوا من الرجال وإنه أعداد كبيرة من الشباب أيضا بيقدموا على الانتحار لأسباب مختلفة قلنا إنه في أسباب نفسية أسباب عضوية يعني جسدية حاجة في الجسد مش بتعمل دورها صح فلو في حاجة في جسد الإنسان ما بتعملش دورها صح بتأثر على كل الحالة الإنسانية النفسية والعقلية وتصرفاته في المجتمع وكل ما يحيط به من الممكن جدا إنه الأمراض اللي بتصيبنا تصيبنا بالاكتئاب ففي الدكتور دانيا الأميني أنا هتكلم عن كتابه النهاردة بيقول فيه إنه مثلا لو حد عنده نوع من أنواع الحساسية معين بيسبب اكتئاب الحساسية دي لو زادت وما تعالجتش ممكن تسبب للإنسان اكتئاب وتأثر عليه نفسيا إلى درجة إنه يلجأ إلى العزلة اللي ممكن تؤدي للانتحار وأسبقوا حاجات تانية بيقول إنه من الحاجات اللي اكتشفوها العلماء النهاردة إنه المولد اللي لما بتلاقيه في الحمامات أنا مش عارف اسمه إيه بالعربي زي العفن اللي ممكن يطلع في الحمامات أو في الحطان ويسكن جوه الحطان الحطان البيوت ده بيأثر على الإنسان عضويا بيسبب أمراض عضوية بتسمم جسد الإنسان ممكن تؤدي إلى إنه يكون سبب من أسباب الانتحار زي مثلا الارتجاج المخ ممكن يؤدي إلى ده وأنا قلت الحكاية دي في الحلقة اللي فاتت زي مثلا إنه الناس اللي عايشة في بلاد ما فيها الشمس كتير أو فيها أمطار غزيرة أو فيها الجو دايما مغيم الحاجات دي بتصيب الإنسان بأزمات نفسية فهناك أسباب متعددة كتيرة جدا أسباب نفسية الإنسان بينظر لنفسه إزاي وأسباب عضوية ممكن تنتج عن أمراض إذا كانت نفسية أو أمراض موروسة أو يعني حاجة عارضة الإنسان بيتعرض لها والأسباب الخارجية اللي هي الاجتماعية اللي تكلمنا عنها العنف والبولينج التنمر تعرض الإنسان للطفل أو طفلة للاغتصاب تعنيف الأهل تعنيف الزوج تعنيف الزوجة الأسباب الخارجية اللي في المجتمع أو نظرة المجتمع لشخص معين زي مثلا حد من المجموعة من الناس اللي ممكن يصابوا باكتئاب بسبب نظرة المجتمع عليهم هم العابرين مثلا في الأول العابر بيبقى بيكتائب شوية لأنه لا الكنيسة قبلها ولا أهل قابلينه ولما بيدخل الكنيسة بيلاقي أنه جوه الكنيسة ممكن يواجه بالطهاد آخر أنه مش فاهم أنه مش عارف أنه لا يقبل أنه لا ينتامي حاجات مواضيع كتيرة اتكلمنا فيها أيضا من ضمن الأسباب اللي بتأثر مثلا على العابرين تقطاع من الناس مهم دلوقتي بنتكلم عنه التعذيب اللي ممكن يتعرضوله من الأسرة أو من الحكومة إذا كان البوليس ولا يعني السلطة اللي هم تحتها ففي أسباب متعددة كتيرة جدا للانتحار عايز أقول يعني فكرة كده عارضة مهم نفتكرها أن يقدم الإنسان على الانتحار ده لا يعني إنه إنسان ضعيف أو غير مؤمن أو إنه هو في حاجة غلط في حاجة هو مش فاهمها عن نفسه وعن الله ده حقيقي لكن لا تقدر تقول عليه ضعيف ولا تقدر تقول عليه قوي يعني ده شخص لا قوي ولا ضعيف لكن نقدر نقول عليه علشان ما نحطش الناس في إطار يعني ده مش عارف يعيش حياته وإيه الضعف ده إيه الخيانة دي لأهله يعني النظر للناس المتقلمين اللي في الحالة دي لا يجب إلا إنه يكون بشفقة وبحب وبإغضاق عليهم بمحاولة إنك تفهمهم مكانهم عند الله إيه ومكانهم في المجتمع إيه فده ما نقدرش نقول عليه لا شخص ضعيف ولا شخص قوي ولا شخص يعني ما تدلوش صفات شخصية إلا إنه شخص متألم ومتألم بدرجة كبيرة جدا ولا يجد بسبب هذا الألم رجاء لإنه وقع فيه براتا اليأس عشان كده عنوان الحلقات دي الانتحار واليأس اليأس اللي ممكن ياخد الإنسان من النظر إلى الله وينظر إلى نفسه ويقولك مثلا يعني أنا مين عشان ربنا يبصلي ما يمكن ربنا نسيني ما يمكن ربنا حيسمحني عشان عارف الألم اللي أنا فيه النهاردة هكلمكم مرتين تلاتة كده على قريبة لي لإنه إحنا عايشين الواقع ده في حياتها بنتها بتهدد بالانتحار وعندها اكتئاب شديد ولكن منطقها هي بتقول أنا مؤمنة لكن منطقها إنها ربنا فاهم إيه اللي بيحصل لي وإنه ممكن يكون موافق هي مش واسقة إن ربنا هيكون موافق على ده طبعا إحنا بنتعامل مع كل الأفكار دي ويجب التعامل مع كل الأفكار دي بالرحمة وبالحق بكلمة الكتاب والحقيقة في شخص يسوع المسيح وده اللي يأتي بالنور في حياة الإنسان لكن الناس اللي بتحط نفسها في الوضع ده أو اللي بتجد نفسها في الوضع ده سواء يعني كان مرض عضوي ولا مرض نفسي أو ألم إنساني شديد بيبقوا منهم الناس بيبقوا شايفين إنه ربنا حيوافق على اللي هم عملوه طبعا ده مش حقيقي لو أنت بتسمعني النهاردة وبتفكر إنه ربنا ممكن يوافق على إنك تهلك نفسك مش بتكلم على هلاك أبدي بقى ولا هتروح النار ولا هتروح الجنة مش ده اللي بتكلم عليه أنا بتكلم عليه كإنسان وكإنسانة النهاردة غليين عند الله الله دفع تمن محبته ليكم علشان يعطي حياة ويديكم حياة متجددة فيه يعطيكم أمل ورجاء هو مشتهى الأمم اللي ناس كلها تبصلوا وهو ده الرجاء بتاعهم إنه إحنا مع مشتهى الأمم إنه إحنا أبناء الله حتلاقوني بكرر ده كتير النهاردة عشان لازم تفتكر إنه إنت وإنتي أبناء الله والله لا ييأس منكم أبدا لكن دايما بابه مفتوح أحيانا كتيرا نقدم حلول ومساعدات للناس اللي بيمروا بالظروف دي ومبيشوفوهاش في كتاب الدكتور دانيال أمينة اسمه كده الكتاب ده بالإنجليزي اسمه كده الحل للانتحار كيف تجد طريقك للخروج من الظلمة هقولكم الكتاب اسمه بالإنجليزي علشان اللي يحب إنه يلاقيه على أمازون ولا حاجة وتقرؤه اللي عنده المشكلة دي هتلاقي إن الكتاب ده في بعض الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تساعدك قبل ما يعني عشان تبقوا عارفين إنه الكتاب ده يتجه نحو الحلول الغربية شوية الحاجات المتاحة في الغرب أكتر من الحاجات المتاحة في الشرق مش إنها حلول ما تنفعش معنا هي تنفع معنا هشرح لكم لكن إحنا ساعات ما عندناش الإمكانيات دي يعني ما عندناش منظمات كثيرة تعتني بالناس اللي في الحالات دي ما عندناش أماكن لل ريهابيلاتيشن زي المصحات للتعالج للعلاج والتعافي شكرا للتعامل مع هؤلاء بطريقة أدمية أحيانا إحنا عندنا ناس بتتعب نفسين يحطوها في العباسية مثلا في مصر خلق راح بقى انتهى ومنهم عبرين على فكرة فبيطلع الإنسان بدل ما يطلع وجد الحقيقة في نفسه مع الله بيطلع إنسان تايه وإنسان آخر خالص الكتاب اسمه بالانجليزي The Suicide Solution Finding Your Way Out of the Darkness الكاتب الدكتور دانيال أمينة في بداية الكتاب الدكتور دانيال بيحكي لنا قصة واحدة اسمها جوليا أنا أحكي لكم قصة جوليا لأنها قصة بتقول إنه هناك أنواع كثيرة من الانتحار مش الانتحار اللي يموت فقط ولكن فيه انتحار معناوي أيضا لأن الإنسان لم يستطيع إنه يجد اختيار أو لم يستطيع إن ياخد الخطوة للاختيار ودي مرحلة من مراحل اليأس خليني أحكي لكم قصتها جوليا كانت واحدة من الدكتور دانيال بيعالجهم وكانت عايشة مع زوج بيعنفها نفسيا وجسديا وبالكلام وكل حاجة كانت عايشة مأساة شديدة جدا في جوازها أصبتها باكتئاب شديد ووضعت نفسها في عزلة عن الكل وراحت تتعالج عند الدكتور دا غالبا أنا معرفش راحة المصحة ولا إيه لكن بطريقة ما وصلت للدكتور دا وفي وسط العلاج خبطت عليهم مرة في البيت وقدت لهم أوراقها قلت لهم دي قصتي أنا كتبت قصتي علشان لما أموت تعرفوا القصة الحقيقية إيه وإيه اللي حصل هي القصة اللي كتبتها قصتها من منظورها لحياتها طبعا فيها حقائق كتيرة لكن هي كانت شايفة إيه عن نفسها وقدراتها دي مهمة جدا الناس اللي بتنتحر بيبقوا شايفين نفسهم أقل مش مهمين غير قادرين فاشلين كلمنا برضو في الموضوع دا نظرتك لنفسك بتوريك مستقبلك إيه فلازم ننتبه للحتة دي الناس اللي بيعتنوا بناس عندهم الحالة دي واللي بيسمعني دلوقتي وعنده الحالة دي نظرتك لنفسك لو ما كانتش من منظور الله هتؤدي إلى أماكن خطيرة جدا في حياتك جوليا قالت للدكتور دانيال أنها هتنتحر فعلا فبالقانون في الدولة اللي هم عايشين فيها دكتور دانيال قال لها أنا مضطر أن أتصل بالبوليس دلوقتي وحا ندخلك مصحة أنه أتصل بالبوليس ولا ندخلك مصحة فقالت له لأ أدخل المصحة بإرادتها دخلت المصحة جوليا دخلت المصحة وجوزها كان غضبان جدا بعد فترة من العلاج خرجت وكانت في حالة أفضل وأخدت بنتها وعاشت لوحدها وبعدين في يوم من الأيام قررت أنها ترجع لجوزها رجعت لمصدر الألم تاني وعاشت جوليا بقيت قصتها مع هذا الرجل في تحت تعنيف دائم وفقدت جوليا نفسها بقى خلاص هي عاشت في أسر التعنيف والألم ولقيا نفسها أنها ملهاش أي ميزة في الحياة فإبلت الواقع ده أنا افتكرت أن أنا بسمع القصة دي أن أنا عارفة بنات كتير زيها ويمكن أنا نفسي في لحظات يأس قفلت كل حاجة في دماغي وفي حياتي وعشت بلا إحساس ولا تفكير وسلمت الواقع مرير جدا واقع من العذاب في حياتي الشخصية إيه لأن قررت أن أنا أفتح عيني وبص للرب وأقوله أنا عايز الحل منك فلم أجد الحل حقيقة إلا في يسوع ولم أجد الحرية الحقيقية والسلام الحقيقي إلا في يسوع عايزة قبل ما يعني ليه خليني أقولك ليه إننا نحافظ على عقلنا وعلى قلبنا وعلى أفكارنا وعلى كل المعطيات اللي في حياتنا الأمور اللي بتدخل حقيق في حياتك أو أكاذيب أنت مرتبط بإيه؟ أنت مرتبط بحاجات بتقولك حقيقة محبة الله ليك بتقولك مراكز القوة في حياتك وفي شخصيتك بتقولك قد إيه أنت محبوبة من أهلك ومن علتك وأنه لو حد ما تدلكيش إمتك أنت عارفة إمتك عند الله وهكذا المصادر اللي بتديك القوة الإيجابية في حياتك دي حاجة مهمة جدا كتاب المقدس بيكلمنا في سفر الأمثال نشوف الصلايدة اللي جاي ده عن الحكاية دي بيقولك كده أنه فوق كل تحفظ احفظ قلبك قلبك يعني إيه؟ القلب مقصود بيه العقل في الكتاب المقدس في الوقت ده التعبير عن العقل في اللغة الأصلية بيسميه قلب لكن هو العقلك الأماكن الفكر والقرارات والتركيز والإدارة في حياتك اللي ممكن يصدر أعماقك اللي ممكن يصدر منها الألم والقوة في نفس الوقت وعليك أنت وأنا الاختيار علينا الاختيار فالكتاب بيقولك احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة كل حاجة بتخرج من فكرك ومعرفتك اللي أنت مالتها بأفكار الله بمحبة الله بمعرفة إرادة الله في حياتك أنا بتكلم عن الله بالذات في الأول في الحتة دي لأنه هو الأهم وهو المركز في حياتنا منه مصدر كل شيء ففوق ده في العيلة وفي المجتمع وفي العالم أنت تختار بقى تاخد إيه من ده يعني مثلا أصحابك بتختار أصحابك إزاي الأصحاب اللي النهاردة عند كل الشباب الصغيرين اللي في عمر المراقة زي بنت قربتي اللي أنا بتكلم عنها النهاردة اختيار أصحابها كان من أهم الحاجات اللي بوزت فكريها عن نفسها وفكريها عن الحياة وفكريها عن الله وإحنا نقعد نصلح بقى ده دورنا إن إحنا نقعد نصلح لكن الاختيار والإصرار على الاختيار الغلط أو الإصرار على الاختيار الصح يحدد طريقك ويحدد قلبك فكرك عقلك بيتملي بإيه كلام الله ولا كلام العالم العالم دلوقتي بيدخل أمور مليئة بالتشتيت الفكري والنفسي والعقلي والإنساني وكل حاجة بيدخلوها في صدور وأفكار الشباب دول ويمكن إحنا كمان فعلينا إن إحنا نضبط الأمر نحفظ قلبنا لإن منه مخارج الحياة بيقول كده إنزا عنكا لتوقع الفم وأبعد عنك أنحراف الشفتين إذا كان منك أو من اللي حواليك ما تروحش تعيش مع حد ملتوي الفكر والقلب والشفتين هتبقى تصرفاته ملتوية زيه وفي الآخر أنت بتتعلم تعيش بالطريقة دي لا تتبع ملتوي القلب والشفتين يعني أنا بتكلم في حاجة إنسانية هامة جدا لكن هتكلم على العالم الإسلامي بصفة عامة النهاردة أنا بقولك إنه الإسلام يعلم التواء القلب والنفس والشفتين لأن مصدره شيطاني عشان كده لازم تبعد عنده وتتجه إلى مركز القوة والمحبة والسلام الحقيقي بيقول كده الكتاب لتنظر عينك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما خلي قلبك وفكرك مستقيم بصوا قدامك ما تبصش لللي حواليك معظم الناس الشباب بالذات اللي عندهم فكرة الانتحار بيبقوا بيبصوا لللي حواليهم وده عايش إزاي وده عنده إيه ومش عارف إيه المقارنات مثلا في معاني كتير للآية دي لكن الاستقامة هي اختيار الحق الاستقامة هي فهم إنه في معاناة في الحياة بصنها اختار الطريق الصح هختار الحياة مع الله هختار كلمة الله اوعى تخلي الشيطان يخلي رجلك تحيد عن طريق الله الكتاب بيعلمنا دايما إنه إحنا نحفظ كلمة الله في أفكارنا في قلوبنا في عقلنا في حياتنا فتوريك اتجاهك والطريق المستقيم اللي عايزك الرب تعيش فيه بيقول كده ماهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك لا تمد يمنى ولا يسرى بعد رجلك عن الشر الآية المقابلة في ده للآية دي بتاعت ماهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك الآية المقابلة اللي ده اللي أنا افتكرتها على طول وأنا ببص للآية دي هي إنه الرب بيقول الطريق أمامك وماهد هو بيقول كده أنا بمهد أمامك الطريق بس أنت كمان حط الآية دي جنب الآية دي بس أنت كمان وانت كمان ماهدي الطريق أمامك يعني اختاري إنك تمشي في الطريق اللي ماهده الله أمامك الله أعده بس أنت بتختاري إنك تحيدي ما تمشيش على اليمين ولا على الشمال امشي في الطريق اللي الله أعده ليك حتى ولو كان شكله صعب لإن الله فيه ولإن أخره المسيح القلب مقصود بيه العقل والأعماق اللي بيصدر منها الألم والقوة في نفس الوقت وعلينا الاختيار سؤالي هل جوليا مختارتش؟ قصتها بتقول إنها مختارتش؟ لا اختارت اختارت طريق الألم بالرغم من إنها لم تقتل نفسها جسديا لكنها قتلت نفسها معنويا خليني أخد المكالمة دي معنا مكالمة من العراء ألو ألو سلام المسيح معك مين معي؟ سلام ونعم أنا طبعا أحب أشارك وياك كمان اتصلت ذاك الأسبوع ديش الجمعة آه أوكي أنت قلت قدمت القصيدة مش كده؟ آه صح أوكي أهلا بيك أنا بص بقى لازم تدي لنفسك اسم ها؟ لازم تدي لنفسك اسم بالتالي أنا يعني ما أحب أكذب فذا أعطيش اسم أطمار أحطيش اسم كتاب ماشي خلاص لا ما تقدبش أهلا بيك أخونا تفضل أولي إيه رأيك إيه؟ أنا طبعا راح نطيش رأيي بمسألة الانتحار تفضل وبنهاية يعني ما نطيش رأيي راح أقالش قصيدة كذلك طيب أولها بسرعة بس تفضل بالنسبة للانتحار إنه يخالف الطبيعة اللي يوضحها بين الله يعني نشوف إنه الكتاب المقدس شنو يقول يقول الذين بدون ناموس فبدون ناموس يعني يدانون اللي معاتهم ناموس فالناموس هم الله مخليه ناموس بأنفسهم هم ناموس أنفسهم نشوف إنه الغراز اللي موضوعة بالإنسان غريزة الجنس غريزة الأكل الجوع النوم من ضمن هاي الغرازك غريزة يسميها غريزة البقاء يعني الإنسان يطمح لأنه يبقى بهاي الحالة راح تيجي تكسب يعني ادخال طبيعة عمالة الإنسان بغض النظر عن التوجه الفكري مو أعتقد إنه الانتحار يعني حل ممكن إنه كشخص كأشخاص كظروف مالية ماكوش شيء يتغير لكن الانتحار الانتحار يعني ما حدش أبدا بيقول إن الانتحار حل لكن فاكر في الحلقة اللي فاتت أنا قلت إيه إنه الانتحار حل من منظور المنتحر هو حل لكنه حل دائم لمشكلة مؤقتة فهو ما هوش حل حقيقة لكن علشان ما نفصلش نفسنا عن الناس اللي عايشين بالألام دي إحنا بنقول إنه إحنا مقدرين إنه في نظر الأشخاص دول ده هو الحل لكن النهار دا إحنا بنقدم الحقيقة إنه الحل في يسوع وفي محبة الله فعلا فعلا وتعقيبا على كلامك الحل تقولين الحل في يسوع شنو أقليش أنا طبعا بديت الحلقة كنت متسرع لما رجعت شفيتها للحلقة الكلام ماتي سرعة فهالمرة راح أتقن وقل بجدن الكلمات وأروح طيب أقول تفضل أنا سمعك تفضل أقول فتحت عيني على حبك وقلب قبلك كان قاسي وشربت منهار طيبك وأعلنت باسمك خلاصي خليني أعلنها الرسالة الضحكة لازم تنسمع هالمسيح الحب تشوفه وتترك الهم والدمع بالمحبة دروس ينطي يمت تحضر للدرس قبل الرب بحياتك كل همومك تنحبس عصليه بمطاك دمه وحررك من كل قيود قبل الفاد بحياتك وضمن بدم الخلود وتحياتي لكم والرب يبرككم والرب يبركك أخونا العابر الجميل أنا سميك العابر الجميل خلاص تمام أمين الرب يبركك أوكي إلى لقاء خلينا نشوف أنا كنت بتكلم عن جوليا في الوقت ده عايزاكوا تركزوا في مسألة الاختيار يريد تحاولوا تتصلوا بالأسيس بشار إذا قدر يرد حيرد إذا مقدرش يرد أنا حشارك المشاركة بتاعته الاختيار شيء هم جدا في حياتنا منذ البداية من الوقت اللي ربنا خلقنا فيه هو أعطانا اختيار في كل حاجة فجوليا اختار الطريق أتلها نفسيا ومعنويا بس فيه رجاء فيه دائما رجاء في المسيح الأسبوع ده اتصل بي القص بشار انتوا عارفينه طبعا القص بشار حداد معروف على قناة الحياة عنده برامج بيقدمها على قناة الحياة لأنه شاهد الحلقة ولأنه يعني عايز كان يشاركنا بقصة أو قصتين من خلال خدمته ياريت تقولولي إذا كان معاكم ولا لا طيب كملوا حوله ومنتظر المكالمة لما يوصل الأسيس بشار يقدر يشاركنا بي القصص بتاعته كانت الحقيقة داخل فيها قصص عابرين هو بيقولي ان هو موجود خلص انا حشارك مادام مش عارفين انت توصلوا لو انا حشارك بالقصص اللي حكي أنا وجدت ان القصتين دول مناسبين جدا لأنه احنا يعني احيانا بنحكم على قلوب الناس وحياة الناس بشكل مش كتابي أصلا يعني القصة الأولى لعابر القصة بشار ربنا قاده انه يقود هذا الشخص المسيح ويتلمزه أيضا ومر معاه بفترات ومراحل كتيرة من الإيمان وبيقول ان هو يعني كان طيب يعني كان شخص بيحب المسيح جدا لكن تعرض لأذا كبير جدا من أهله بشكل يعني تعنيف وقطيعة وأمور كتيرة مر بيها زي اللي بيمر بيها العابرين كلهم الحقيقة معظمنا يعني وايضا مر بمشاكل كتيرة داخل الكنيسة فاكتأب جدا وكانوا بيحاولوا ان هو يعالجوه لكنه في وقت من الأوقات انتحر فعلا انتحر هذا الشخص من منظور بقى الناس اللي حواليه ايه ما كانش مؤمن ما كانش مش عارف ايه ما نقدرش نقول كده أبدا أبدا ما نقدرش نحكم على حياته كانت فين في نفس الوقت كان في قصة أخرى يعني مش هحكي التفاصيل بقال انه مش موجود يحكي لكن في قصة أخرى لعابر آخر كان في حالة نفسية سيئة جدا وكان بيحاول ينتحر عرف المسيح ربنا شفاه وعايش حياة وخدمة وحياة جميلة مع الله وربنا شفاه بالكامل عايزة اقول عبارة وبعدنا هاخد المكالمة اللي معانا العبارة مهمة للقديس أغسطينوس علشان لا نحكم على ما لا نعرف ولا نرى القديس أغسطينوس قال كده ما بين الكبري والمية وقت طويل أنا بقولها بالعمية كده الناس اللي كانت بتقتل نفسها على الكباري من فوق الكباري فوق الكبري ويرمي نفسه القديس أغسطينوس بيقول انه ما بين الكبري والمية لما يدخل المية الشخص ده الله ممكن يكون تعامل مع قلبه ويكون تاب ويكون شفاه ويكون يعني تعامل معاه بطريقة أخرى فاكرين القصة اللي حكيتها لكم الشخص اللي رمى نفسه من فوق الكبري وعاش قال إيه اللحظة اللي ثابت إيدي فيها الكبري فهمت انه كل المشاكل اللي كانت عندي كان حلها موجود وتاب داعش في معشوش لا تحكم على ما لا ترى انت مشاء الله خليني أخذ المكالمة اللي معنا الأخ سام أهلا بيك سام مساء الخير أختنا مساء النور أهلا بيك أخونا سام تفضل أنا تتباكي الجمعة الماضية وحكيت لك هذا أوه يا أوكي أنا أول جمعة جمعة الماضية من العابرين أيوة إحنا صلينا معاك الأسبوع اللي فات طبعا فرحانة بيك جدا يا سام تفضل أخليك يا رب بس أنا بدي لك شغلة لو سمحت أختنا معلش أنا بحياء بالعامية أصل الامتحار يا أختنا الشباب المخدرات اللي عم تغذي العالم الشاب بتلاقيه لازم نحن العائلات ترائب شوي أهلا أبنائها لأنه ما تغذيني بهالكلمة بتلاقيهم بدهم يجمعوا مال بس ما بدهم يتعبوا بتشوفوا كل المحلات مثلا هون بتدعم وظفين ما في حالة عم يتوظف كلهم بدهم يجمعوا مال بس ما بدهم يتعبوا طيب بص يا سام خليني أقول لك حاجة مش كل اللي بيقتلوا نفسهم بيشربوا مخدرات أو مش كل الناس اللي عندهم مشاكل نفسية بيشربوا مخدرات أو بيستخدموا مخدرات ده تعميم لكن لا معلش ما هي بتصير في كل حتة موضوع المخدرات تؤدي إلى اكتئاب وانتحار آه طبعا ممكن لكن مش ده يعني دي على فكرة مش من الأسباب العالية جدا في النظريات اللي بتتكلم أو الإحصائيات اللي بتتكلم عن الانتحار بس أنا هاخد من كلامك حاجة مهمة انه الحاجة اللي بتبقى محيطة بينا اكتر احنا ساعات بناخدها كمثل يعني ونعممه وما بتكونش هي الحقيقة لازم ننظر بطريقة أوسعة والطريقة الأوسعة اللي أنا حابة ان احنا من خلال الحلقات دي ننظر بيها للناس اللي عندهم موضوع الانتحار ده انه في حاجة احتياج روحي ناقص في حياتهم معرفة الله معرفة شخص الله واحنا بقى دورنا انا من كلامك برضو هبتدي المرحلة اللي جاية في القصة ان احنا احنا لنا دور كمجتمع حول الناس دول لان الاعداد كبيرة جدا وازاي الانسان يساعد الناس دي اوكي فهمت كلامي يا سام نعم اوكي هلو فيني يكمل فيني يكمل على الشغلة طيب تفضل شاري على الطاقات صارت عنا هون بمشيغن جريمة من سنة وبعد الهلا الصدى طبعه قوي رجل فقد ناله كله بالأمار فقد ايجا بالله اتل زوجته اتل ولاده وانتحى هون بالمساجد هون بمشيغن رفضوا صلوا على زوجته ولده اللي عليها ما كنوا صلوا دين يعني مش كل الكنيس على فكرة بتعمل كده لكن انا يعني مع الاسف عند المسلمين عند المسلمين مجرع الانتحار حرام عندهم اه طبعا احنا قلنا كلام ده الانتحار حرام عند المسلمين والانسان لا يجد رجاء بس انا بقول انه دائما عند المسيح فيه رجاء وفيه رجاء في الحياة يعني هول هول الماردين يعني عندهم هيدا لازم شوي 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 نعالجوه انه بالزبط بالزبط من الاتجاه ربي باركك اخونا العزيز الجديد المليء بنعمة ربنا شكرا لك شكرا لك عليه ولا يصلوا عليه سواء كان بيتكلم على الاسلام او بعض الكنايس اللي ما بتقدرش تصلي على المنتحرين والكلام ده ده كلام ما هوش كتابي ويعني كنايس كتيرة بيصلوا عادي لانه احنا احنا لا نرى ما يراها الله عايزة اشارككم بنقطة مهمة جدا تقودنا بقى في اللي جاي من كتاب دانيل بيقول كده ان الله يرانا ككنز ثمين دفع فيه ثمن باهز قيمة الانسان عند الله ايه وبقال جملة يعني الحقيقة مهمة جدا بيقول كده احنا جميعا اسرى لما نصدقه عن انفسنا قيمة الانسان عند الله هتعرفها من كلامه عنك من محبته ليك من فداءه ليك من فهمك لكلمته من وقتك معاه في الصلاة لكن احنا اللي خليك بقى ده اللي يخليك تشوف وقتك مع الله يخليك تشوف انت قد ايه غالي عند ربنا لكن احنا بنيجي بأحملنا ان المسيح قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمل وانا اريحكم فاحنا بنيجي بالحمل ونقعد تحت رجلين المسيح في مننا اللي بيسيبه الحمل ده ويمشي كتاف ونفسه وروح وخفت لانه ترك الماضي امام المسيح ترك احكام الناس امام المسيح ترك الام النفس امام المسيح ترك الغضب امام المسيح لكن في ناس بتقعد بالحمل على كتافها تحت رجلين المسيح انت مسيحي بس شال الحمل على كتافك فبنبقى اصرى للي بنصدقه عن نفسنا زي جوليا مثلا هي صدقت انها تستاهل تعامل هكذا فرجعت للراجل اللي بيعملها هكذا ففقدت نفسها في النص وتاه عن عينيها الله بيشوفنا ازاي كتاب بيقول المسيح كان بيتكلم مع تلاميذ وبيقولهم كده ان كانت عينك شريرة فكسدك كله يكون مظلما فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون ليه المسيح قال كده او خليني اوضح لكم الفكرة لو انت شايف عينيك شايف نفسك عينين قلبك شايف نفسك شر فانت لا ترى الا الشر وعينيك اللي المفروض تشوف النور دي بقت مصدر للظلام انت قلبك المفروض يكون مرتبط بالله عقلك المفروض يكون مرتبط بالله فانت ما بقاش فيك مكان تحط تدخل نور الله لانك مش محاط به لانك مش مرتبط به لانك مش مصدقه فاللي انت بتصدقه عن نفسك لو مصدره افكار شر لو مصدره الشيطان لازم نفهم ان الشيطان بيشتكي علينا امام الله دائما وبيشتكي علينا لينا انت ما فيكش كذا انت لا تصلح انت لا تصلحي انت غير محبوبة انت مش حلوة انت ملكيش قيمة انت مطروكة انت مطلقة انت نقصة ما تصدقيش الكلام لا يمكن صوت الله في حياتك يقولك ده اسألي نفسك هل تاري نفسك من عيون الله ام من منظورك انت في قصة في الكتاب المقدس في سفر يا عوز القصة بتبتدي بوحدة اسمها نعومي نعومي مرت بألام شديدة جدا في حياتها حصل جوع في بلدها فسفرت وهجرت مع جوزها وولدها لبلد تانية وهناك ولادها كبروا واتجوزوا وكانوا عايشين حياة كويسة وأولادها وجوزها فجأة ماتوا فنعومي فقدت كل حاجة في حياتها في لحظة فقالت كده محدش يقول لي يعني نعومي المنعمة أو المبركة مش قادرة افتكر ترجمة الاسم بالضبط هو يعني حاجة إيجابية جدا لكن قالت محدش ما تقولولي نعومي بعد كده قلولي مرة داقت مرار الموت فماتت نفسها من جوه خلاص فراحت مودعة قالت لمرطات بناتها جوازها روحوا أرجعوا لأهلكم أنا حرجع بلدي أموت هناك وخلاص فقدتنا الأمل في الحياة لكن اللي حصل بعد كده بسبب الألام النفسية ومرارة النفس واليأس وكده كانت عايزة تازل نفسها عن العالم ترجع البلد وتموت لكن اللي حصل بعد كده هو تدخلات الله وتحويل المرارة دي لبركة فاللي حصل انه رعوس مرات ابنها رفضت انها تسيبها وراحت معاها وعددتها وبقت رعوس مرات ابنها هي اللي بتعتني بيها وبعد كده اتجوزت بوعز وبقت رعوس وبوعز اللي اتنين يعني مذكورين في نسل المسيح قصتها اتغيرت تماما من المرارة والعزلة وكراهية نفسها وكراهية الحياة الى الرجاء وانها بقت جزء من عيلة كبيرة وبقت مذكورة بصورة ايجابية مش سلبية لان كان عندها نقطة مهمة اويلة ان تعرفوها ان نعومي كانت سبب هي كانت سبب بركة لرعوس كان عندها ما تعطي لتسبب بركة فيعني الحياة بكل ما تعبها وبركاتها اللي اتنين بيمشوا مع بعض الرجاء يعينك عندما تشتد الحياة احيانا عندما تشتد الحياة بتكون دي بداية لبركات وانفراج بدل المرارة بركة الانسان دا مش دا الطريق القفز ولا الانتحار ولا العيش في النار مش هو دا الطريق اللي بيعده الله الله اختار انه يعطيك حياة افضل افتح قلبك ليه الان هو ينتش لك ويوريك المستقبل وصورة لحياة في ملكوت الله ويوريك حياتك معاه ملكوت الله زي ما المسيح قال كده ان لم تعودوا وتكونوا مثل هؤلاء الاطفال فلان تدخلوا ملكوت السماوات ملكوت الله مليان بابناء الله اللي قلوبهم قلوب اطفال متعلقة بابوهم بلا قرب ولا هم لكن رجاء فيه يحملنا الطفل بيبقى ماسك ايد ابوه ماشي مهما كانت المخاطر في الطريق ما بيشوفهاش واذا حسها بيبقى عارف ان ابوه مصدر الحماية قولي له يا رب انا النهاردة عايزة اشعر ان انت مصدر حمايتي اشعر ان انت مصدر رجائي اشعر ان انت مصدر كل شيء انا محتاجا اعني غمضي عينيكي وغمض عينيك وسألوا رب وريني انا فين منك هتشوفي نفسك متعلقة في جلبية ابوك او ماسك في ادين ابوك او على كتافه او 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 في حضنه لانه هكذا هي محبة الله في الجزء ده من الحلقة عايزة تكلم سريعا عن ادوات مهمة تساعدنا في التعامل مع الاشخاص اللي بيعانوا من هذا من هذه المشكلة او بيصرعوا مع المشكلة دي بس كنت انت اولا شخص بتعاني او بتعتني بشخص بيصرع مع المشكلة دي فاولا بشجعك انك تاخد بعض الخطوات المهمة واحد واهمها هي الصلاة في كل وقت من اجل الشخص ده مع كل موقف تقف وتقوله رب اصلي ازاي من اجله النهاردة اصلي ازاي من اجلها النهاردة وتسمع لله والله يعينك انك تقولي الكلمة اللي الشخص ده محتاجها بننسى كتير ان احنا لما بنصلي احنا بنطلب بنرمي الطلب ونمشي لكن ربنا عنده رد اما بصلي مع ناس بقوله رب عايزني اصلي ازاي للشخص ده احمد النهاردة رب امامك عشان كده لما بصلي مع الاشخاص اللي بتصل بيهم او بيتصلوا بي او بنكون في اجتماع ببقى عارفة ان الكلمة اللي الله ادهالي لهذا الشخص ليه فقط فاسأل الرب عن ازاي اصلي النهاردة لفلان وتنتزن من الرب المعونة ليك وله لان الامر ثقيل ومرهق ومؤلم ليه قريبة بتعاني اللي قلتلك عليها مع بنتها كل يوم في معاناة لانها تشعر بألمها ولكنها بتصلي والله هو المعين بشهادة الله انا بقول انها الله هو اللي بيعينها كل يوم على احتمال هذا وثقتها في الله هي اللي بتخليهاش وتخليك وتخليكي تبقى مرعوبة وانت عايشة الحكاية دي مع بنتك ولا ابنك ولا جوزك ولا مراتك ولا لان ثقتك في الله تعينك على انك تعمل بسبات في محبة الله وفي ثقة وثقة قلبك فيه انت كمان محتاج تشجيع مصدر التشجيع ده لازم يكون يسوع نبصله ونركز عليه وليس لاخفقات الشيطان واللي بيحصل في حياة الشخص اللي انت بتعتني به لكن بص اليسوع وانت بتبص اليسوع وانت بتسمع من الله لهذا الشخص في حاجة مهمة جدا لازم نعملها مع الناس اللي بيمروا بهذا الامر انا قلتلكم ان الشخص ده بيبقى شايف نفسه بصورة معينة صورة فاشلة قصته قصة فاشلة في عينه فانت تقدر تحكي قصة هذا الشخص كما يراها الله لي بطرق مختلفة فتقول له او تقول لها او تقول لها انا شايف انك شخص عنده قدرات على المحبة غير عادية انت تقدري تساعد فلان وفلان شفتي لما عملتي ده قد ايه شجعتي اصحابك كلمات وحقيقية توريهم مصادر القوة اللي في حياتهم كما يراهم الله بطريقة يومية كلمات تشجيع يومية لازم تكون في حيات هؤلاء الاشخاص من اشخاص مصدر ثقة لا تقصوا ابدا على شخص في الموقف ده لا تحكم لا يعني مش بس الحكم احيانا نظرتنا فيها حكم احيانا كلامنا بيبقى قاسي احيانا نقول نشد عليهم دول بيتميعوا لا ما تعملش كده ما تعملش كده لانه اللي انت بتورهوله الايجابية دي هتساعده انه يشارك قصته ويشوف فيها ايجابية ايضا ويجد طريق لحياة لاقي طرق خلاقة من يعني تكون حوالين الشخص ده يعني مثلا تعملوا كرافت مع بعض يعني ترسموا لوحة مثلا تزرعوا تعملوا رياضة تمشوا في الطبيعة احيانا لما الانسان يمشي على البحر كده ورجليه تلمس الرملة يحس براحة نفسية خده في المكان او خدها في المكان اللي بيريحه نفسيا اتعرضوا للنور والشمس والحياة الايجابية المليئة بالجمال في خليقة الله شاور على الجمال في خليقة الله وفيه علموا حرفة فنية مثلا يعني في بلادنا عشان كده كنت بقول انه دانيال كان حاطت حاجات كتيرة ما بتحصلش في بلادنا مش موجودة منها مثلا انك تطلع الجنينة وتزرع مش كل حد عنده القدرة دي لكن مثلا اعمل له زرعة ببالكونة تدي له شوية حبوب يزرعها ببالكونة تطلع له شوية ورد يفضل يعتني بيه طول النهار فيه نوع من الجمال شجعه على ايجاد عمل يومي يساعد بحد ولو كنت انت الشخص اللي بيعاني من الحالة دي والتفكير في الانتحار انا بقولك ان الله يراك ابنه اولا لازم تعرف كده لا يراك مخفق ولا فاشل ولا غير مستحق ولا يراك ولا يريد لك الموت كتاب بيقول كده الله بيقول كده انا النهاردة اشهد عليكم اليوم السماء والارض وقد جعلت قدامك الحياة والموت فاختار الحياة لكي تحيا انت ونفسك ونسلك فده وعد من الله مقترن بإرادته الله بيقولك انا إرادتي لك الحياة البركة مش اللعنة ده وعد مقترن بإرادة الله اتمسك بالوعد ده قل له ربا عايز الحياة انت طريقه الحق والحياة فالوعد ده مقترن بإرادة الله ولكن اختيارك أيضا الله يريد لك الحياة اتكلم معاه اسأله يا يسوع من تقول انت اني انا اقعد مع ربنا وقول له انت شايفني ازاي رب واسمع افتح ودنك لكلمات الله البناء المستقيمة الجميلة اللي تنفعك اللي تشفيك اوعى الله لا يمكن يقول لك كلمات سلبية لانه يرى فيك الإيجابية ويعدل فيك السلبية اسمع منه كل يوم وفي كل لحظة ضعف بتواجهها الله بيسمع وبيستجيب الله يسمع ويغير ويشفي نزفة الدم لما مسكت لما لمست المسيح كانت شايفة نفسها لا تستحق نجسة غير مقبولة مرفوضة من المجتمع المسيح شفاها وقال لها ايمانك خلصك شافها بصلها تلمس معها في نفس الوقت كان فيه شخص آخر اسمه ياريوس كان موجود شاف المعجزة دي وكان رايح عشان المسيح يشفي بنته وعنده رجاء كبير ان المسيح يشفي بنته جاه واحد قال له بنتك ماتت روح بقى ما عندكش رجاء خالص فالمسيح قال له ما تخافش بنتك هتعيش جاءت لأخبار المرة ان بنته ماتت لكنه يسوع قال له لا تخاف واقامها حديثك مع الله يعطيك الرجاء يقيمك الحق والحياة هو نفسه هو اللي بيديك الشفاء النهار ده جرب تعمل كده فيه أشياء عملية تقدر تعملها تنظم حياتك تنظم بيتك تنظمي قدتك ما تعيشيش في مكان مكركب تجعلي المكان اللي انت عايش فيه جميل ما تنقميش طول النهار تتعرضي للدوق تطلبي من الناس المساعدة تطلبي تطلبي من الناس ثقة المساعدة زي ما قلت خليكوا حوالين المية بحر بركة نيل أو حتى الترعة زي الترعة الجميلة المصرية بتاعتنا دي الطبيعة التي تري فيها الله اقرأ واقرأي وخاصة كلمات الله قصة الرب يسوع كلها عن محبة وليك بصورة شخصية اكي عايزة اختم بالقصتين الصغيرين دول المعاناة والقلم في حال في حياة شخصيتين معروفين عالميا رابين وليمز صورته هتلاقوها دلوقتي ممثل كوميدي شهير كان بقدر ما كان عنده من الحياة ومعطيات الحياة الا انه كان قلبه دائما في حزن شديد لا يجد معنى للحياة مع انه كان سبب لفرح كثيرين في الاخر رابين وليمز صدم العالم انه انتحر ما نعرفش ايه اللي حصل في حياته انا مش مهتمة بتفاصيل اللي حصل في حياته لكن واحد دحك العالم وبارك العالم وعمل حاجات جميلة جدا عشان يشجع الناس وفي الاخر انتحر هو لانه كان فاقد الرجاء ولم يجد حياته مع المسيح في واحد تاني اسمه جيم كيري مشهور جدا ليه افلام يعني الوقتي لما نشوف الفيديو هتلاقوا انكوا عارفينه كويس اوي انا كان عندي دائما مشكلة مع جيم كيري لاني كنت بشوف وهو بيعمل الادوار بتاعته وقدم هو ممثل قدير انا كنت اقارى في حياته الالم لانه امي كانت لا دقيقة واحدة بس لامي كانت ممثلة كوميديية وكانت دايما تقول لي انه الممثل الكوميدي دائما جواه الم كبير وانا كنت بشوف الكلام ده في حياتها ولم يشفي هذا القلم الا يسوع المسيح في حياتها فاصبحت ضحكتها ضحكة حقيقية انا كنت بشوف جيم كيري واقول ضحكته فيها حاجة الى ان عرفت ايه اللي غير حياته خليني اوريكم جيم كيري بيكلم عن الخلاص في المسيح بيقول انا اؤمن ان المعاناة تقود الى الخلاص وفي الحقيقة هذا هو الطريق الوحيد للخلاص يجب اننا نقبل معاناتنا ولا نراها بل نشعر بيها حقيقة ولما بنشوفها بنشعر بحقيقة خسارة ثم نختار واحد من اثنين اما اننا نختار اننا ندخل من بوابة المرارة اللي بتقود الى الانتقام واذاء النفس واذاء الاخرين او ندخل من بوابة الغفران التي تقود للنعمة وانتو النهاردة بيكلم الناس اللي حواليها جيتم ودخلتم من بوابة الغفران من بوابة الغفران الى النعمة كما فعل يسوع المسيح على الصليب عانى بشدة وكسر وتألم ثم كان هناك قرار يجب اتخاذه وقراره كان ينظر الى ان ينظر الى من سببه له هذا الالم بتعاطف وغفرة وهذا هو ما فتح لنا جميعا ابواب ملكه في السماء الصورة اللي انتو شايفينها دي هي صورة يسوع بيقول رسمي لصورة المسيح كان لاني اردت ان اصور لكم عيناه عشان تشوفوا قبولوا لكم كما انتم اردت ان تروا كيف يحق كيف يحقق بكم يحم اسمها ايه يحلق مش حارف الاقي الكلمة يحقق فيكم اردت ان تروا كيف يحقق فيكم عن قرب من هذه الصورة بيقول كده يمكنك ان ترى كل الاجناس في وجه يسوع المسيح كل الاجناس البشر عندما يتخيلوا وجه يسوع المسيح يروا انفسهم فيه في النهاية جيم كاري وجد نفسه وخلاصه وفهم المعاناة اللي بيمر بيها كانسان لانه فهم انه عند انكساره يكون اكتر تعاطفا مع الاخرين كما فعل يسوع لم يهرب من الامه الشخصية بانه ينهي حياته زي اشخاص كثيرين لكنه فهم معنى الحياة في انه الغفران والنعمة لا تأتي الا بالسلام مع الله فلما غفر وصلته نعمة الله ولما فهم الله اداله شفاء فاصبح صوت النهار ده بيقول للناس انك ممكن تبقى ايجابي جدا وممكن تحقق كل حاجة في حياتك لكن يجب انك تفهم انه في الاخر انت ان لم ترى الرجاء في الله فانت حياتك نقص في جملة قالها في مرة كده بيقول في النهاية احنا مش الافاتار اللي وضعناه لانفسنا يعني الافاتار اللي انت بتحطه على صورتك في تويتر ولا حاجة زي كده انت بتحط احلى صورة عندك او صورة انت بتتخيل انت مش ده لكن احنا المفروض ان احنا نكون النور اللي بيشاع للاخرين الحقيقة اللي جوانا من عمل الله فينا هو ده النور اللي لازم يشاع في الاخرين ويجب ان احنا نفهم انه احنا زي الدخان في مرآة الواحد يلفت الانتباه في لحظة لكن لا يغير شيء انت حياتك كده بتعدي كالدخان النهاردة ليك اختيار انك تعطي نفسك فرصة للحياة الحياة اللي الله بيردها ليك الله بيحبك وعنده حياة ليك بصلي في اسم يسوع المسيح انه يوقف كل عمل العدو في حياة كل واحد واحدة امام اليوم بيفكروا ان هما ينهو حياتكم حياتك وحياتك ليها معنى كبير في قلب الله ومهمة جدا لأهلك وأحبابك وناسك وللعالم من حولك في اسم يسوع وصلي من أجلكم امين الى اللقاء في حلقة قادمة